قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار ومشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الاتحاد الأردني يقدم عرضا خيالية لمدربه المغربي حسين عموتا من أجل استمراره رفقة النشامة خبر عاجل مصدر من الجميع يرد على أنباء إمكانية تعيين عموتا مدربا للمنتخب المغربي الأولمبي أمين عدل يتغنى برقراغي أمام الصحفة الألمانية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار الاتحاد الأردني يقدم عرضا خيالية لمدربه المغربي حسين عموتا من أجل الاستمرار رفقة النشامة قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدمة إغراء مدربه المغربي المتألق الحسين عموتا الذي يشرف حاليا على المنتخب الأول من أجل الاستمرار على رأس العرضة الفنية للنشامة وذلك بعدما نجح في قيادة المنتخب الأردني إلى نهاي كأس أسيا لأول مرة في تاريخهما وحسب ما أوردت تقارير إعلامية محلية فإن الاتحاد الأردني قرار رفع من الأجرة الشهرية التي يحصل عليها الإطار الوطني حسين عموتا والتي لم تتجاوز الستين ألف دولار كأضعف راتب شهري في تاريخ المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الأردني خلال العشر سنوات الأخيرة مشيرة أنه في حال وافق المدرب السابق لنادي الويداد رياضي الاستمرار رفقة منتخب النشامة فسيرتفع راتبه إلى 180 ألف دولار أي ما يقارب 180 مليون سنتيم كما من المرتقب أن يحصل على حوافز مالي إضافي رفقة باقي أعضاء طاقمه التقنية وفي سياق المتصل كان الحسين عموتا قد توصل خلال الأيام القليلة الماضية بمجموعة من العراض المغرية من طرف مجموعة من المنتخبات والأندية العربية والإفريقية التي عبرت عن رغبتها الجامحة في التعاقد معها والاستفادة من خدمتها إلا أن الرجل قررت ترى يتقاليلاً والعودة إلى المغرب قبل الحسم في مستقبله ووجهته المقبلة خبر عاجل مصدر من الجامعة يرد على أنباء إمكانية تعين عموتا مدربة للمنتخب المغربي الأولمبية ربطت تقارير صعفية الإطار الوطني الحسين عموتا بالمنتخب المغربي الأولمبية وبإمكانية قيادته للأخير في الفترة القادمة وخاصة بأولمبياد باريست عوض المدرب الحالي حسام الشرعي وذكر موقع سيس أنفون أنه توصل مع مصدر مسؤولين نفع وجود رغبة في الاستغناء عن الشرعي مؤكداً أن الأخير مرتبط بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومنكب على التحضير الأولمبياد باريست عبر خوض مبارية ودية بداية من شهر ماريس القادم إن شاء الله وتبع أن عموتا يبقى إطاراً وطنياً كبيراً مشرفاً لكرة القدم المغربية خاصة بعد إنجازه مع منتخب الأردن ولا جدال حول إمكانيتها بيد أنه لا وجود في الوقت الراهل لأي نية في التعاقد معه وتمكنه من تدريب المنتخب الأولمبية حسب ما أوردت التقارير الصحفية وكان عموتا قد أطار الجدل وزاد من نسبة تحقق الاحتمالات بتصريح أكد فيه إمكانية نهاية ارتباطها بالأردن لرابته في العودة إلى المغرب بسبب التزامات عائلية أمين عدل يتغنى برقراكي أمام الصحفة الألمانية أبدأ عدد من لاعب المنتخب المغرب ارتياحهم من قرار تجدير ثقاف وليد رقراكي مديراً فنياً لمنتخب أصود الأطلس لمواسم إضافية رغم الخروج المفاجئ من بطولة كأس أمم أفريقيا ومن بينهم أمين عدلي الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية وفي هذا الإطار أعرب أمين عدلي لاعب باير لفركوزن الألماني عن أسفه من الإقصاء المبكر لمنتخب أصود الأطلس من ثم نهاي كأس أمم أفريقيا وذلك في أول خروج إعلامي له بعد الإخفاق في كان الفين وثلاثة وعشرين وكشف عدلي عقب مباراة ناديه أمام باير مينيخ أن الإقصاء من دوري الستة عشر كان مؤلما لللاعبين والجهاز الفني والجماهير المغربية على حد سواء وتبع أنا آسف لا أجد الكلمات للتعبير عن مرارتي هذا الإخفاق أظن أن الجميع لاحظ كيف كنت مدمرا ومستاء وأيضا الجماهير المغربية كانت مستاءة بعد الخروج من البطول أمام منتخب جنوب أفريقيا كنت أود من كل قلبي ترك بصمتي في هذه النسخة المميزة والفوز بلقب مع منتخب بلدي لكن ستكون لنا فرص أخرى وأتمنى أن يستمر المغرب في دعم ميناء وحول رأيه في قرار بقاء وليدر جراغي مديرا فنيا لمنتخب أصد الأطلس بعد تجديد التقة فيه من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد أنه سعيد لاستمراره وخاصة أن المجموعة بكاملها تدعمها وتسانده لما قدمه للمنتخب المغربي حتى اليوم من إضافة وضف أمين عدلي قائلا لم يكن هناك أي داعي لمسألة رحيل المدرب وليدر جراغي إنه مثل الأخ الكبير وشخص مهم جدا بالنسبة إلينا جميعا كما أنه مدرب كبير ونحن جميعا معه ونحبه كثيرا وعليه ندعو الجماهير لأن تواصل دعمنا وتشجيعنا في الاستحقاقات القادمة حتى نحاقق المبتغ المنشود إن شاء الله جدر بالذكر أن المدرب وليدر جراغي تربطه علاقة جيدة مع جميع اللاعبين بالمنتخب الوطني المغربي وتوتطت أكثر بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بقطر سنة 2022 حين بلغت دور النصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية الكلاسيكو لم يرقى للمستوى المطلوب والزينباور افتقدنا لجماهيرنا قال الإطار التونسي نصر الدين نابي مدرب فارق الجيش الملك لكرة القدم أن مباراة الكلاسيكو لم ترقى إلى مكان ينتظرها وضف ربان الفارق العسكري خلال الندوة الصعفية التي تلت تعادل الجيش الملك ورجاء رياضي بهدف في كل شبكة يوم أمس الأحد على أرضية الملعب البلدي بالقنيترا مباراة الكلاسيكو لم ترقى إلى المستوى الفرجة والمطلوب وذلك لعدة أسباب وشددا أبي على أن حسابات البطولة من أهم الأسباب التي أضطرت في مستوى الجيش الملك ورجاء رياضي مرضفا أنه على الرغم من تحضير الفريقين الجيد للقاء الكلاسيكو إلا أن المباراة لم تكن جيدة وواصل كنا نريد الفوز على رجاء ولكن رغم ذلك كان من الصعب العودة في نتيجة أمام الرجاء في ظل وجود لاعبين الشبان تنقصهم التجربة وحول غياب عميد الجيش ربي حريمات قال النبي حريمات لاعب جيد ومن بين أفضل لاعب البطولة وأنا لست من بين المدربين الذين لا يقحمون لاعبا بسبب تلقيه ثلاثة اندارات وبالتالي فرغم علمي بذلك أردت أن أحترم فريق شباب المحمدية وأردت الفوز هذا ما دفعني ليقحمه في المباراة السابقة ومن جانبه قال الألماني جوزيف زينباور مدرب فريق رجاء رياضية إن لاعب قدم مباراة جيدة على الرغم من التعادل أمام الجيش الملكية وضف ربان الفرق الأخضر ليس من السهل أن تواجه بطل المغرب في ملعبه وأمام جماهيرها وواصل كنا سنحسم المباراة قبل تسجيل الجيش لهدف التعادل لو لا تضيعنا لفرص سانحة للتسجيل وتابع نحتاج لتشجيع جماهيرنا في قادم المباريات لأننا افتقدناهم كثيراً فهم يلعبون دوراً كبيراً في الدفع بالفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية ومشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الاتحاد الأردني يقدم عرضاً خيالية لمدربه المغربي حسين عموتا من أجل استمراره رفقة النشما خبر عاجل مصدر من الجميع يرد على أنباء إمكانية تعيين عموتا مدرباً للمنتخب المغربي الأولمبي أمين عدل يتغنى بيرغراجي أمام الصحفة الألمانية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر